انطلقت فعليات مهرجان أسبوع القاهرة للصورة في نسخته الثالثة يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعليات ويستمر حتى الثامن عشر من فبراير الجاري في قلب القاهرة بمنطقة وسط البلد التاريخية انطلقت فعليات مهرجان أسبوع القاهرة للصورة في نسخته الثالثة والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعليات التي تتناول فنون التصوير المختلفة وكل ما يتعلق بصناعة الصورة ويستمر حتى 18 من فبراير الجاري المعرض الدولي للصحافة ده معرض مهم جدا أنه عامل زي الأوسكار بتاع الصحافة في العالم وناس كتيرة بتكسب من العالم كله والسنة دي في مصرية كثبت وفلسطينية وسوداني فده مهم جدا يعني حدث عالمي حدث أنهما يجوا أنه مصر تتحط على الخريطة الجغرافية مهم جدا يشارك في المهرجان أكثر من مئة مصور ومتحدث ومحاضر مصري وإقليمي ودولي من خلال 14 معرضا وتسعين حلقة نقاشية وخمس عشرة ورشة عمل وتشمل فعليات المهرجان جميع أنواع التصوير الفوتوغرافي من التصوير الوثائقي والتصوير الصحفي وتحرير الصور والفنون الجميلة وغيرها من فنون التصوير هي فكرة المعرض حلوة واختيار مكان أول أروع بصراحة يعني أنه يكون في وسط البلد لأنهما مكان غني يعني الفكرة أنه يضيف حاجات لنا يعني يعني بتشوف ماتيال كتير أوي بتشوف بيزود عندك الفكر الصقافي أو الوعي صقافي أكتر يعني من بداية من الدخول حتى التيكتس زاي بتتحجز توصلك ميل وانت ماشي مفتوح فين وتتحرك ازاي فالتنظيم نفسه مبهر الصور هنا أنا عمال بألف بقلي كزا مرة من كتب الصور بتعجبني أبص هنا لقي حاجة نفسها حلوة ناك موضوع مبهر سواء شكل فيجول زي اللي بتشوفها أو حتى القصص اللي ما ورأت الصور هنا المعرض هنا فادني بالقصة اللي وراء الصورة يعني الصورة بيبقى وراها كونسبت بيقارها معنا بياخدك البعض تاني من المصور العادية المهرجان في نسخته الثالثة بات فرصة قوية لجذب وتجميع مجتمع التصوير الفوتوغرافي في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويستهدف المهرجان من خلال نسخته هذا العام بشكل أساسي العمل على تمكين المصورين المحليين والإقليميين وتوسيع آفاقهم في هذا المجال الفني الإبداعي الذي أصبح يمثل صناعة شديدة التنافس أحمد الحسيني التلفزيون المصري